يا مساء الخير والحب وسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى أكون معاكم رانيا السيد كل أسبوع في نفس المعادة حلقتنا النهاردة حلقة خاصة جداً حلقتنا النهاردة حلقة بنحتفل فيها بذكرى حدث مهم جداً وغالي على قلب كل مصري وكل المصريين ذكرى نصر أكتوبر المكيد حرب أكتوبر بالنسبة لنا يعني العزة يعني الكرامة يعني استرداد الحق وأكبر رد على أنه المصريين مش ممكن أبداً يفرطوا في حق من حقوقهم نصر أكتوبر المكيد تأكيد على قوة الجيش المصري وبسالة وبطولة جنودنا المصريين اللي بسببهم إحنا دايماً رفعين راسنا ومتطمينين على بلدنا وعلى أمنها وحرب أكتوبر الحقيقة شغلت حيث كبير جداً من اهتمام الكتاب والأدباء والمفكرين ونتج عن الفترة المهمة دي روايات وكتب اتكلمت عن أحداث الحرب وحللت ووثقت الفترة الزمنية المهمة دي في تاريخ بلدنا مصر عشان كده إحنا هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن كتب النصر وما يعرف بأدب الحرب وهنعرف مين أهم الكتاب اللي اهتموا بتوصيق حرب أكتوبر وأهمية النوع ده من الكتب خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة طبعاً وإزاي نقدر نعرف أطفالنا بأحداث حرب أكتوبر وتفاصيلها وبطولاتها هنتكلم عن كل ده مع دفتنا اللي هتنورنا النهاردة في الستوديو الكاتبة الصحفية والمحررة العسكرية الأستاذة مها سالم